رئيس وزراء اليوكسنبورغ زري بتالي يقتحم تجربة زواج المثليين بارتباطه في بلدية عاصمة اليوكسنبورغ بالمهندس المعماري البلجي كيغوتي ديني ويصبح بتالي أول رئيس حكومة في الاتحاد الأوربي يقدم على هذه التجربة وعبر رئيس الحكومة عن سعادته بهذا الارتباط أمام الجمهور الذي تجمع عند مدخل البلدية باللغة الفرنسية واللغة المحلية رسميتين في بلده وقال أتمنى أن يكون كل واحد منكم سعيداً مثل ما أنا سعيد شكراً لأهل اليوكسنبورغ رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل كان من بين المدعوين لهذا الحفل وقال الرسالة التي أريد توجيهاها اليوم هي رسالة ابتياح وغبطة وتهني وثمانيات بسعادة كبيرة ستيفان بيرن الصحفي الفرنسي صديق رئيس وزراء اليوكسنبورغ حضر هذه المراسم وقال بيضوره بما أنه رئيس وزراء إن هذه المناسبة رسالة للآخرين لسيامة في هذا الزمن الذي يتنام فيه العداء لمثلي الجنس في بعض البلدان الأوروبية بارلومان لوكسنبور أجاز زواج المثليين قبل عام رغم معارضة شرائع واسعة من المواطنين قد يكون هذا الأمر بداية التحول في المستقبل بفضل الذين يملكون شجاعة مثل هذا النوع من الزواج أعتقد أن هذا الأمر سيبقى دائما مزعجا لبعض الناس لكن لكل واحد مننا الحق في تمسك بأراءة وعلى كل ما يجري أمر سعيد ويدخل في إطار الحريات في هذا البلد يتوقع أن توجيز أيرلندا الأسبوع المقبل للزواج بين مثلي الجنس عبر استفتاء وطني لتصبح البلد الثامن عشر في أوروبا الذي يسمح بهذا النوع من الزواج